السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم مصطفى من قناة مستر بومتك عودة الاستراتيجيات خليها بالنبدأ الحلقة نتكلم عن كام حاجة كده بس في الاول خليها بس نفهم الناس ايه هي بوفن وايه هي استراتيجية بوفن وليه انا بحب استراتيجية بوفن وليه هي افضل استراتيجية اصلا في القناة ايه هو بوفن هو التطبيق على الاندرويد امش عارف هو على اليس اوba لكن هو الاندرويد المهم من التطبيق ده بيخليك تغير الاي بي ولحد الوقت انا احب الاستراتيجية ب proudly بس مصطفى ان كل مره بيعرض ال اي بي والناس اللي برده بتساءل قال البوفين محتش بتغير الاي بي في مشكل في بوفن مع بيفن وببيعملشiges يقول في مشكل في بوفن ولحد الوقت but there was no problem مشكلة انقطع الانترنت عن بوفن معاين الانترنت شغال دي مشكلة بتحد عشر دايق ربع ساعب كتير وبتشتغل مرة ثانية. الموضوع كله سهل. تمام? الناس اللي بتقول بافن بغيرش الاي بي هسيب لك بافن تحمله اسفل الفيديو. اي بافن نسخة جديدة ما بتغيرش الاي بي اساسا. تمام? او في نسخة جديدة بتغير ببلاك بتحط الاي بي مكرر. اما بافن اللي هسيبه لك اسفل الفيديو هو ده اللي بغير الاي بي بشكل صحيح مية في مية فاسفل فيديو هتلاقي بوفن حمله هو ده افضل بوفن ده ممكن تحمله تمام لكن استنى شوية لان في حاجات تانية هتحملها فاستنى حد اخر الحلقة طيب كده احنا عارفنا ايه هو بوفن طيب ليه اصلا بوفن هو حلو وحاجة مفضلة بالنسبة لي في الاستراتيجيهات بوفن كويس جدا بسبب انه نسبة التخفي بتاعته عالية جدا هقولك الحاجة انت لو دخلت مسلا على موقع اه اللي هو بتاع التخفي وانت هاتشوف نسبة ضوفن فالتخفي هالتلاقي مش كتير لكن لو عملت مسلا وعملت الكويس او كويس وعملت كل الكلام ده هتلاقي نسبة التخفي عالية طب تمام فش عال piękي ان المدفوع اللي نسبة التخفي فيعالية تمام دخلنا علي هو دخلنا Hearts حاول كده انك تعمل اااااااكاونتالكاليكسا تمامالكسه حاول تعمل اااكاونتالك بنفس الايه بي نعمل تلاتة واربعة حاول مش هيامل ولا اكاونت تمام هيقول لك بنفس الاي بي ده في اكاونت معمول مع ان انت لو دخلت على اي موقع هيقول لك الاي بي بتاعك متغير. ولكن على بيمسك الدنيا كلها معك ببهوز. اما على فحتى لو نسبة انت خفي مش عالية ولكنه برضو بيقدر بفن. ده معنى كده انه في حاجة بفن غير باقية. تمام اتمنى بس تكون فهمت من النقطة دي. هو ده اللي مخليني متمسك او بفن وان هو حاجة مهمة جدا لازم كلنا نستفيد منها. طيب كده اول نقطة عرفنا ايه هو بفن. هي من الاستراتيجيات المهمة جدا. النهاردة هي مش استراتيجية. انا كميش طبعا عودة الاستراتيجيات تبقى اقوى من كده ولكن هي عبارة عن انا اصلا ما كنتش وقفت يعني استراتيجيات. ولكن شرح النهاردة هو عبارة عن تطوير. اكتر من يكون استراتيجيات جديدة. هو تطوير. طيب. اه الوقت احنا نعمل حاجة اسمها استراتيجيات بفن السلسية. هي يعني اه مش احسن اسمي في العالم يعني ولكن مشيها. المهم استراتيجيات بفن السلسية هي عبارة عن ايه? ان احنا نستخدم بفن تلات مرات. اولا او الاستراتيجيات خارقة السلسية وليس استراتيجيات بفن. لان احنا نستخدم الاستراتيجيات خارقة تلات مرات. ولكن مش هنستخدمها. لو مش هنستخدم مرحلة التكرار. لا هنقف عن استراتيجيات بفن بس. طبعا. تعالين نفهم كده الموضوع مع بعض. طبعا مشكلة ان احنا مش هننفع نستخدم التكرار بسبب طبعا ان بيبقى اختصار الرابط اللي مستخدمه في كباتش أو كده. تمام? طيب خلان نفهم كده موضوع الاستراتيجية خارجة صلوصية. طيب. هنستخدم الاستراتيجية خارجة صلوصية مرة من على الكمبيوتر. ومرة من على الموبايل. ومرة من على نوكس بلاير. يبقى كده هنستخدم مرة من على الكمبيوتر. ومرة من على الموبايل. المرة الاولى من على الكمبيوتر ازاي? هيبقى عن طريق والمتصفح الخاص بك. وطبعا لازم تختصر اختصار روابط بتاعك عن طريق تمام? دي حاجة احنا خلصنا منها من زمان وده لازم. تمام? طبعا ده انا فتحت لكم بس سيب ام لينك عشان اعرفك ان بتاعي لسه لحد الوقتي شغال وبستخدم زي ما انت شايف حملت مية سبعة وربعين مر قبل كده والحد الوقتي شغال مية في المية فما حدش يقول لي ان الاستراتيجية مششغالة او اا مش عارفين اي سحب او حاجة زي ما انشايف مرتين سحبت منها. طيب. خلانة بس اا احنا خلصنا عن الموضوع ده والناس عارفة الموضوع ده قويس فخلان كامل عطول للسراتجين. يبقى احنا استخدم اترات مرات. المرة الاولى من على الكمبيوتر عن طريق ويندسكرايب ويه في المتصفح الخاص بيك ولكن طبعا زي ما قلت هتقصر الرابط في من غير الخطوة دي تحت برايفت كل حاجة بوزل. تمام? ثاني حاجة هنستخدم بوفن عن طريق نوكس بلاير. طيب حلو جدا هتستخدم بوفن عن طريق نوكس بلاير. ولكن مش بوفن ده. وده هنتكلم عنه بعدين. يعني كمان شوية. ثالث حاجة هنستخدم بوفن عن طريق الموبايل بتاعنا. تمام هنستخدم بوفن عن طريق الموبايل بتاعنا. طيب كده ثلاث حاجات مهمة جدا تمام. الحاجات دي هتفيداك في هي اولا انت ممكن توكل حد انه يستخدم الموبايل بتاعك ويعمل استراتيجية مكانك والموضوع ده هيبقى سهل بالاضافة اللي انا هضيفه لك كمان شوية هيبسهل جدا تاني حاجة ان احنا عارفين مع الموضوع بتاعك الموضوع كله في اختصاء راب ما بيخدش عشر ثواني على بعض الموضوع كله بيخلق بسرعة فده سريع اما انك تستخدم نوكس بلاير والموبايل بتاعك في بافن ده فالموضوع فعلا مزعج مزعج جدا طمام طيب بلاش بافن ده تعال بقى نشوف الجديد الجديد خلينا بس نشوف بتاعك الاب كيفين تمام هيدي احنا نهاردة هنتكلم على بافن برو ايه هو بافن برو هو النسخة المدفوعة من متصفح بافن طيب تمام هل بافن برو ده بيغير اي بي طبعا طيب خلينا بس نفهم الموضوع كده ونفهم ايه المميز بافن برو خلينا بس نستطابه الاول طيب المميز بافن برو هو انه بافن برو هو بغير الاي بي من اغير ما تعمل كيلير للداتا بمجرد انك تخرج من بوفن وترجع وترجع تاني بتاعه كده هو غير الاي بي طبعا ده شيء خرافي لازم نستفيد منه طبعا بافن المدفوع دوان برضو لأكتر من نسخة وبردو يا شباب هسيب لك نسخة بتاعته اسفل الفيديو تحمل النسخة المدفوعة دي من اسفل الفيديو بس ما تقولش تجيبها مع نت لان دي النسخة ودي نسخة تمام شباب النسخة دي قديمة تمام نحملها ايام بافن ده عشان بس الناس ما تقولش النسخة مش شغالة النسخة بالبوز النسخة مش عارف ايه هي دي النسخة الوحيدة اللي ممكن تستخدمها طيب عم يعمل خلينا نتكلم عن ايه اللي هنعمله بقى في النسخة دي اللي هنعمله كله شباب ان احنا هنستخدم النسخة دي مكان نسخة بافن طيب محنممكن نعمل حاجة الناس اللي معنداش موبايل او الناس اللي مش عايزة تستخدم موبايلها في الحاجات دي. تمام انت ممكن استخدم اتنين بوفن. البوفن ده والبوفن التاني. تمام اللي هو لسه مش عارف ليه ما ننزلش الحد رأتي. ولكن المهم انه هنستخدم الاتنين بوفن دول. طيب تمام. لو استخدم اتنين بوفن هيبقى عندك واحد سريعة واحد بطيء ولكن مش مشكلة هيبقى قايص. ما انت برضو لو عندك موبايل انت ممكن استخدم على الموبايل والبوفن التاني برضو ما نعمل هو بقى اللي هو البرو العادي برضو دا هيفيدك وممكن ما استخدمش بتاعتها وعندسكرايب والحاجات دو كلها عارفك وعندسكرايب ممكن يكون بيعرضك سنة انك تتقفش ولكن استخدمته ما حصل ليش اي حاجة ولكن انت معرض سنة انك تتقفش يعني سيكة انك تتقفش ان الموقع فعلا يمسكك ولكن جربت وفعلا ما تمسكتش مش عارف ممكن حالياً مسلا يكون بيمسكك او حاجة انا ما جربتش في الوقت الحالي بويندسكرايب ولكن خليك في المقبول واستخ بوفن الواحد وبلاش واندسكرايب والكمبيوتر لا استعمل بوفن من على الاندرويد او من على نوكس بطير ومن على الموبال تمام انا دلوقتي اديتك اتنين بوفن ممكن استعمل بوفن ده وبوفن التاني كل واحد فيهم بعلبي مختلف فالدنيا تمام اوي معاك خلانا بس انا هنديكم سال دلوقتي بس نستنى بوفن لحد ما ينزل خلانا بس هنوقف الفيديو لحد ما ينزل ثانية واحدة طيب امريكاتي لكم مرة تانية دلوقتي انا عرفت المشكلة اللي كانت موجودة دلوقتي لما جيت انازل بوفن اللي هو البرو كان بنفس اسم بوفن التاني فلازم كنت اشيل بوفن ده وبعد كي انازل ده وبعد كي ارجع نزل بوفن اللي مش برو اللي هو انا عادي تمام فانكم فهمتوا الموضوع يعني يعني اللي عنده بوفن ده يشيله وبعد كي انازل بوفن برو بعد كي ارجع نزل بوفن ده تاني تمام طيب خلينا نجرب كده استروجيت اللي هي بتاعة سبق من لينك على بوفن برو عشان نختم الحلقة خلينا نشوف هتمشي ازاي وعلى فكرة النسخة البرو طبعا بيبقى فيها النزق التخفي اعلى وافضل يعني اكيد من النسخة العادية وافضل واسرع اكيد يعني تمام كده اخدنا اللينك واختصارناه في برايفت لينك ونخش على بوفن برو طبعا كده تمام كده بقى نتشغل على بوفن برو طالما جات لك الرسالة دي طيب بنخش على طول بسم الله احنا الروحين طيب دلوقتي جماعة انا خلينا بس نتكلم عن الاستراتيجية واحنا بنخلص دلوقتي جماعة الشرح ده مش استراتيجية قوي هو بس كتطوير الاستراتيجية بتاعة بوفن لسهولته والناس ما تملش من الموضوع لانه فعلا الموضوع صعب شوية على بوفن لان كل شوية تطلع تعمل clear للداتا وكده لان كل شوية تطلع وتعمل clear للداتا وكده فالموضوع كان رخم جدا فيه بوفن لما نازل النسخة البرو دي ويكون فعلا المميزات دي كلها فاكيد مش هبخل عليكم بها واكيد لازم اشاركها معاكم هو هنا عايز الاستريت ساينز اوكي بسم الله الحمد لله طولناش طيب هنا فيه كم صفر الشهر ده صحيح طيب تمام تمام جيت لينك انا ناعد طبعا تقطع اليوتيوب خليها نشوف هنا تمام زي ما انشايفين بقيت هنا واحد زيارة تمام فا وهنا طبعا ده كسبي ايما الكامل لانه طبعا الاي بي فريد تمام طيب دي كانت الحلقة بتاعتي النهاردة اه اسف للناس اللي كانت ظننا ان انا هعمل يعني عودة استراتيجيات اقوى من كده ولكن هي اكيد دي هتبقى بداية الاستراتيجيات تانية متقلوش عن الموضوع ده باذن الله واكيد عليك يا جماعة قريب جدا هتلاوي استخدامات البوفن لما انا قلت لكم بكده يا جماعة الاستراتيجيات خلقكها اللي ها اكتر من استخدام غير استخدامها في اختصار روابط باذن الله حققات الجاية هتلاويه اكتر من كده بكتير ولكن يعني باذن الله احاول بس كده انازلت لكم حلقة لاندرويد لانفي حاجة معينة كده في السي ويرمر ايز اتعلمها وحاجة معينة كده في الاندرويد ولحاجات ديこうالي عايز افهمها في اليوتيوب فان شاء الله بس كام حلقة كده chini 연زل الاندرويد الفيقة قريب ان شاء الله وبعد كده وبإذن الله هتركز اللي الاستراتيجية من كده ان شاء الله مرة تانية بقول ان اشرح الي هذا كانت حاجة بس بس بسط التقطة يعني تطوير بس stead puisque الabeستراتيجية ترجمة نانسي قنقر